مرحبا أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم من مادة الاجتماعيات للصف الخامس الابتدائي صفحة 36 وصفحة 37 الزراعة تحتل الزراعة مساحة واسعة في النشاط الاقتصادي لوطننا لأنها توفر المواد الغذائية لسكانه كما توفر المواد الأولية التي تدخل في الصناعة وأغلب أراضي وطننا تصلح للزراعة إذ ثوافرت المياه والتربة الخصبة ومن أهم المحاصيل الزراعية واحد القمح والشعير ثانيا الرز ثالثا الذرة رابعا التمور خامسا القطن سادسا التبغ سابعا قصب السكر ثامنا الفواكه والخضراوات وهذا يأتي في الامتحان مثلا عدد أهم المحاصيل الزراعية تذكر هذه المحاصيل أهمها قمح والشعير والرز والذرة والتمور والقطن والتبغ والقصب والفواكه والخضراوات الموضوع الآخر ومع الثروة الحيوانية في العراق والتي تتكون من الأغنام والأبقار والجاموس والجمال وحيوانات الركوب والدواجن والأسماك وتنتشر في المحافظات العراق في محافظات العراق جميعا وهنا نلاحظ الثروة الحيوانية كالأغنام والأبقار والدجاج وإلى آخره الصفحة 37 نقرأ في هذه الصفحة النفط والموارد المعدنية يحتوي وطننا العراق على موارد معدنية كثيرة تتوزع على جميع أراضي العراق ومن أهم هذه الموارد أولا النفط يحتل العراق مرتبة متقدمة في انتاج واحتياطي النفط في العالم وتتوزع حقوله في أغلب المحافظات ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي أولا الحقول الشمالية وتشمل بابا قرقر وباي حسن وجنبور وعنزالة وبطمة والقيارة ثانيا الحقول الجنوبية كحقول الرميلة والزبير وحقول الفكة ومجنون ثالثا الحقول الوسطى تشمل حقول الأحذب وبدرة ونفط خانة هذا الموضوع مهم جدا يأتي في الامتحان يقول لك مثلا عدد أقسام النفط أو عدد الحقول النفطية أولا الحقول الشمالية وثانيا الحقول الجنوبية ثالثا الحقول الوسطى ويأتي كذلك في كعدد مثلا وفراغات مثلا عدد الحقول الشمالية مثلا ماذا يشمل يشمل بابا قرقر وباي حسن إلى آخره والحقول الجنوبية يشمل الرميلة والزبير وحقول الفكة والحقول الوسطى تشمل حقل الأحذب وبدرة هذا موضوع مهم ويدخل النفط في العديد من الصناعات أهمها صناعة تكرير النفط للحصول على مشتقات النفط كالبنزين والغاز الطبيعي والنفط الأبيض وزيت الغاس وتنتشر مصافي النفط في العديد من المحافظات منها مصفى الدورة في بغداد ومصفى البصرة ومصفى بيجي في صلاح الدين ثانيا الغاز الطبيعي ويتوزع في الحقول القريبة من النفط ويدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الكيميائية والبيترو كيميائية فضلا عن استعمالاته في الحياة اليومية ثالثا الكبريد وهو من المعادن المهمة ويدخل في صناعة الأسمدة والأدوية والورق وتقع أهم مناطق إنتاجه في محافظة نينوة ويعد حقل المشراق من أهم حقول الكبريد في العراق رابعا الفوسفات وهو معادن مهم ويدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاتية وتقع مناطق إنتاجه في الهضبة الغربية وفي منطقة أكاشات خامسا معادن أخرى كالحديد والنحاس والزئبق وفي صور أدناه نلاحظ معامل لتكرير الغاس وكذلك المشتقات النفطية ومعامل أخرى للكبريد ومعامل مثلا للفوسفات الطبيعي لإنتاج الأسمدة الزراعية وهنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس وشكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع لا تنسوا الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر